اشتركوا في القناة احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان ويقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشأ في عبادة الله وعجل قلبه معلق بالمساجد لم تزع الصلاة بعد الصلاة وعجلان يتحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وعجل تصدق صدقة اخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وعجل طلبته مرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله وعجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول اين المتحبون بجلالي لاظلهم اليوم في ظلي فالمتحبون في الله على منابر من نور يوم القيامة في ظل عرش الله يوم القيامة شريطة ان يكون الحب خالصا لله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسعا انما نطعمكم لوجه الله لا نعيد منكم جزاء ولا شكوة فالحب لله والعطاء لله وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم ان عجلا ذهب لزيارة اخي له في الله فارصد الله له ملكا اي اوقف له ملكا على طريقه سأل الى اين الى زيارة فلان الى حاجة بينك وبينه الى مصلحة لك عنده الى نسب بينك وبينه قال لا لماذا تذهب اليه اذا قال اني احبه في الله قال اعلم ان الله يحبك لحبك له وقد اوجب لكما الجنة وفي الحديث ايضا من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل امين ولك بمثلها لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افسوا السلام بينكم تحبوا الحب في الله شيء عظيم لا لمصلحة ولا لهوة ولا ان تلتف على الناس لمصلحة زائلة على حد قول القائل وجدت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا وجدت الناس منفضة الى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة وجدت الناس قد مالوا الى من عنده مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مال ويقول الآخر يحيى بالسلام غني قوم ويبخل بالسلام على الفقير أليس الموت بينهم سواء إذا ماتوا وصاروا في القبور ويقول سالس ما لآك وأنت كنت صديقي باعتني زمنا بكل عقوقي قد كنت من أعددته لنوائبي لو عضني ناب الزمان بضيقي أوحي إليك بأن وقت عقني فطفقت أنت تعين بالتصفيقي ومتى تبينت الحقيقة أنني جللا حللت بمنصب مرموقي قد جئتني تسعى تهنؤ بالمنا عجبا لأمرك في رضا وعقوقي إن المحبة في الفؤاد مكانها إن المحبة في الفؤاد مكانها تبدو حقائقها مع التضييق الصديق وقت الضيق الصديق وقت الشدة عليك أن تفعل ما تفعل لله فإن ضاع عند الخلق لن يضيع عند الله عز وجل من يفعل الخيى لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس إذا فعلت وانتظرت من الخلق قد يموت من أحسنت إليه وقد يفتقر وقد يتغير وقد لا يعد الجميل أما ما تفعله خالصا لله حبا لله وفي الله فهو الباقي ما عندكم ينفد وما عند الله باقي ما عند الخلق قد يذهب وما عند الخالق باقي لا محاله فمن أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان نسأل الله أن نكون منهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى